شكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها وعمل حملات النظافة والتعقيم وأوضحت وزارة الأوقاف أن مدة صلاة القيام ستكون في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة وفقا للإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعية أضفت الوزارة أنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد وأشارت الوزارة أيضا إلى استمرار السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول بها الآن مع الالتزام فيها بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك؟ متى توفر ذلك؟ من اشتركوا في القناة؟